قالت شركة بوينغ إنها انتهت من تحديث البرمجيات الخاصة بطائراتها من طراز 737 مكس والتي تم حظر تحليقها في مختلف أنحاء العالم في منتصف مارس آذار بعد تحطم طائرتين من نفس النوع في أكتوبر 21 ومارس آذار مما أدى لمقتل 346 شخصا وقالت الشركة إنها تقوم بتقديم معلومات إضافية للرد على طلبات من إدارة الطيران للتحدي الأمريكية تشمل تفاصيل حول كيفية تعامل الطيارين مع أنظمة التحكم في الطائرة وكيفية مواجهتهم للمشاكل المختلفة التي قد يتعرضون لها وأضفت بوينغ أنها انتهت من اختبارات أجهزة المحاكاة في طائرات 737 مكس 8 والاختبارات الهندسية الخاصة بالطيران وقمت بتطوير برامج التدريب التي تراجعها حاليا كل من إدارة الطيران للتحدي الأمريكية والجهات التنظيمية العالمية وشركة الطيران كي يتم إعادة هذا النوع من الطائرات للخدمة